قبل أربع سنوات أعلنت وكالة شينكوا الإخبارية الحكومية بالصين التجارب على تطوير أول مذيع إخبارة بيعتمد على أدوات الذكاء الإصطناعي وبنيسان الماضي أصبحت سانة المذيعة المطورة من أدوات الذكاء الإصطناعي جزء من فريق العمل بمجموعة India Today Group بالهند وإذا إذا عزعت وقراءة الأخبار صارت متاحة فبالتأكيد الاستعانة بأدوات الذكاء الإصطناعي مثل الـ ChatGPT صارت جزء من اعتماد عدد كبير من الصحفيين والمؤسسات الأعلامية عليه أو الاستعانة فيه هيدا غير كتير من التطبيقات المتاحة للاستخدام التجاري للناس تطبيقات بتألف موسيقى مثلاً مثل بيت هوفن، أيفا، ساوندفل، بيت بوت وغيره كتير وتطبيقات بترسم لوحات وصور بالكتابة والوصف مثل فوتور، لانسا، كانفا وغيره حتى في تطبيقات لصناعة فيديوهات بأيار من هالسنة، تطبيق وي مارك لصناعة المحتوى البصري عرض فيلم أصير متى 12 دقيقة بعنوان The Frost كل عناصره البصرية والسماعية من صناعة أدوات الذكاء الإصطناعي فيلم The Frost اعتمد بشكل كل على الذكاء الإصطناعي باستثناء وحيد هو أنه كان مبني على نص مكتوب من قبل المنتج جوش روبين بس حتى الكتاب الإبداعي كمان منى بمنأة عن الاستبدال فمع ازدياد استخدام أدوات الذكاء الإصطناعي من قبل تحالف شركات الإنتاج وشركات الانيميشن أعلن 11 ألف كاتب وسيناريست بالولايات المتحدة الأمريكية لأضراب عن العمل حتى تثبيت حق الملكية الفكرية لعملهم بمجرد اشتراكهم سواء بفكرة أو كلمة أو صياق قاموا بإنتاجه ولو تم تطويره بعد ذلك من قبل أدوات الذكاء الإصطناعي وهالشرط اللي عم تخاذ معركة كبيرة اليوم عليه هو ببساطة لضمان حقوقهم المادية كون حماية الحقوق الفكرية حتى هاللحظة بحسب الانون مقتصرة فقط على البشر خصوصا بعد ما اعتبر قاضي فدرالي أمريكي بـ 18 أهب أن العمل البداعي من إنتاج الذكاء الإصطناعي لا يمكن اعتباره مشمول بالحماية الفكرية الخوف من فقدان الكتاب الأمريكيين وظائفهم كما فقدان العديد من الموظفين والعمال وأصحاب المؤسسات لعملهم بالعالم كله على كل حال خوف مشروع مع كل اللي عم نكتشفه كل يوم من تطورات لقدرات الذكاء الإصطناعي كيف إذا زدنا عليه كل شيء منسمعه ومنشوفه ومنقراب الإعلام كل يوم عن الأعداد الهائلة من الوظائف المهددة من الذكاء الإصطناعي ولكن ما مدى دقة هالتهويل وشو الأثر الحقيقي للذكاء الإصطناعي على وظائف البشر مستقبلا من بضعة أسابيع لفتني مقال على موقع ألترا صوت لفراس دلاتي بعنوان الذكاء الإصطناعي وأعلام الخوف الدقة ثمنا للنقرات بفرج فيه كيف مجموعة كبيرة من الوسائل الإعلامية العربية والدولية بتهول من خلال عنوينة وتقاريرة من أنه مثلا في دراسة بتشير إلى أنه 80% من مجمل الوظائف رح تتأثر بالذكاء الإصطناعي تقرير آخر أنه فيه تقرير بيشير إلى أنه الذكاء الإصطناعي سيحل محل 300 مليون وظيفة أم أنه الذكاء الإصطناعي بيهدد 25% من الوظائف بس لما كاتب المقال دقق بالدراسات أم التقارير اللي تم الاعتماد عليها لكتابة هيك عنوين تبين أنه هالتهويل بالحد الألطف للتعبير مش دقيق لما واحد يقول كذب فعنوان 80% من الوظائف ستتأثر منطلق من ورقة بحثية لـ OpenAI المطور للشات جي بي تي وهالورقة بتقول أنه يمكن تتأثر 10% على الأقل من المهام الخاصة بـ 80% من القوى العاملة وبالولايات المتحدة مش بالعالم والورقة ما وصفت إذا هالتأثير بطبيعته سلبي أم مهدد لتلك الوظائف يعني بتطير الوظائف فيمكن تتأثر مش أكيد و10% من مهام 80% من الوظائف مش 80% من الوظائف وبالولايات المتحدة مش بالعالم والتأثير مش محدد وصفه هذا الفرق بين الدراسة والتقرير الصحافي أما بالنسبة لتقرير فقدان 300 مليون وظيفة بالعالم مستقبلا هو مبني على تقرير لبانك الاستثمار الأمريكي جولدمن ساكس لأولا بشير إلى أنه رقم 300 مليون وظيفة هو رقم تقديري لوظائف قد تتعرض يوما ما لأتمة يعني Automation جزئية أم كلي من قبل الذكاء الاصطناعي وليس استبدال تام هذا أولا بس تانيا لأخفلته الوسائل العالمية عن نقل ما يقوله تقرير جولدمن ساكس هو إشارة التقرير نفسه إلى أن الذكاء الاصطناعي بالمقابل يمكن أن ينشئ وظائف جديدة وذات رواتب أعلى حتى كما يمكن أن يرفع ناتج المحل العالمي بنسبة 7% بتبين صغيرة بس هي فعليا حوالي 7 تريليون دولار طيب ليه هالتقارير والمقالات الصحفية عم بتبشر بالخراب بوقت الدراسات والأبحاث اللي عم يبنوا عليها اللي عم بيقولوه ما بتقول هيك بكل بساطة لأن عنوان مثل وظائفكم مهددة بفعل الذكاء الاصطناعي بتجيب مشاهدات أكتر من عنوان مثل الذكاء الاصطناعي قد يضيف وظائف جديدة ويحل مكان وظائف قديمة طيب هلأ إذا حطينا الإعلام على جنب فعليا شو ممكن نعرف عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف فالتخوف على فقدان الوظائف منه محصور فقط بالدعايات والتهويل الإعلامي فلطالما كان الخوف من فقدان الوظائف يرافق كل اكتشاف علم بالغ الأثر بحياة الناس وعملهم من اختراع المحرك بالمصانع وصولا لتشات جي بي تي وبينهما من الكمبيوتر والإنترنت وغيرهم بالعام 1921 وعلى الرغم من استقرار مفعيل الثورة الصناعية عنونة صحيفة نيويورك تايمز الإنسان ستلتهمه آلاته وبالثمانينات وبعد دخول الكمبيوتر واقتراب إنشاء شبكة الإنترنت استمر الخوف والتهويل ومن وقته التحذير من سرقة الروبوتات للوظائف هاجس موجود ولكن على الرغم من زيادة عدد السكان على الأرض من حوالي مليار نسمة بالقرن الثامن عشر إلى ما هو عليه اليوم أكتر من 8 مليار نسمة ما حصل هالأمر وما وصلنا للي كان عم يتهول منه بحسب أحصاءات مكتب العمل الأمريكي وهي مؤسسة حكومية بين عامي 1950-2010 وعلى الرغم من تراجع عدد العمل بالزراعة بـ 3 مليون و 800 ألف شخص وتراجع عدد العمال بالمصانع بـ 6 مليون و 800 ألف شخص بين 1979 و 2019 بالإضافة لمئات ألاف عمال شبكات الهواتف وصولنا للعاملين على محطات الوقود وعمال سكاك الحديد بقى معدل التوظيف باستثناء محطات الركود الاقتصادي بحدود 80% على حد الأجنى أي إنه بالرغم من خسارة الوظائف بسبب التطور التكنولوجي بهالفترة الزمنية إلا أن الحاجة للعمل والتوظيف متوقف فبمقابل كتير من الوظائف اللي إما اختفت أم قال عددها كتير من الوظائف الجديدة أنتجها الاقتصاد كانت بعددة أو بدخلة أكبر من الوظائف اللي راحت لكن جزء من الخوف من تأثير التطورات التكنية أو التكنولوجية على وظائف الناس سببه بيرجع أن الوظائف المهددة بفعل اكتشاف ما رح تكون إلى حد ما معروفة مثلا كان سهل تقدير أن عمال الغسيل والمغاسل مهددة وظائفهم بعد اختراعها للغسيل الأوتوماتيكية أو الغسالة أم الحياكين وعمال النسيج مع اكتشاف المحرك البخاري يعني الوظائف المهددة بفعل تطور ما نعرفها هالمخاوف مشروعة فتاريخيا في كتير من الوظائف اختفت أم ضمرت وآخر المخاوف قبل موجة الذكاء الاصطناعي كانت مع اختراع الكمبيوتر وهي مخاوف على بعض الوظائف مثل الوظائف السكرتيري والكتبة اللي فعليا صحت مع الوقت مع إشارة دراسة لديلويت إنه انخفضت بنسبة 57% بين العام 1992 و2014 هيدا بوقت الوظائف الرح تخلق مستقبلا بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي بعدها بتطور نموها ولا يمكن التنبؤ فيها بكير ولتوضيح الفكرة أكتر خلنا نتخيل نفسنا عام 2003 لما كان الانترنت بعده بطوره الأولي كان الخوف كبير كيف رح تتضرر الصحافة الورقية وقراءة الكتب مع تتابع توسع الانترنت ليوصل الهواتف اللي بعدين أصبحت ذكية ومن بعدها تابلت صغيرة وهالخوف كان مبرر ومحق ولكن لما كان ممكن تصوره عام 2003 إنه بعد سنتين عام 2005 رح ينشأ مثلا يوتيوب ليخلق مجموعة وظائف جديدة مش بس لمشغلي الموقع بل لمنتجي المحتوى اللي عليه بحسب إحصاء لمركز بيول الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية كان في حوالى 114 ألف عامل بغرف الأخبار من محررين ومصورين ومننتجي محتوى بصري عام 2008 بمجال الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بال2020 انخفض للـ 85 ألف أي خسارة حوالى 30 ألف عامل لوظائفهم بس بالمقابل اختفع عدد مستخدمي منصة يوتيوب من 160 مليون عام 2008 لملياران مستخدم عام 2020 مع وجود 30 مليون محتوى مدفوع على المنصة نحن اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي مثل ما كنا عام 2003 بالنسبة للإنترنت نعرف شي من الوظائف اللي رح يهددها الذكاء ولكن ما عنا قدنا فكرة عن الاختراعات او الاكتشافات اللي رح يجيبها معه الذكاء الاصطناعي وشو هي الوظائف رح يخلقها بالتالي ام شو من الوظائف رح تتغير بطبيعتها وبالتالي أغلب الاقتصاديين اليوم ما عندهم الإدراع على أعطاء أجوبة حاسمة على هذا الموضوع مثل ما بتتجرق عليه كتير من الوسائل العالمية لكسب التفاعل بس الأكيد انه في حال وصلنا للسيناريو الأسوأ بفقدان أغلب الناس وظائفهم اللي رح يخاف فعليا مش العمال هالمهدد وظائفهم بس بل أصحاب المؤسسات الكبرى أيضا لأنه بمقابل إدرتها اللامتناهية على الانتاج بفعل المكنني والذكاء الاصطناعي اللي وصلنا له رح تكون فقدة أي طلب على هالسلع بما أنه الناس فقدت إدرتها الشرائية مع فقدانه لوظائفهم وبسيناريو مثل هيدا فقدان حجم كبير من الطلب بعرض النظام الرئاسمالي برمته لمخاطر بتصيب كل إليات عمله وله السبب بدأ البعض من اليوم إعادة طرح أفكار لاستباق احتمال مثل هيدا والاقتراح هو مثلا اعتماد الدخل الأساسي الشامل أم الـ Universal Basic Income وهي فكرة قائمة على تخصيص الحكومة لمبلغ مالي معين للجميع أغنياء حقراء موظفين عاطنين عن العمل طبعه وسطة معدمة يعني إلى حد ما الشيء بيشبه الحد الأدنى للأجور بنسخة محددة بيأمن القدرة على استهلاك منتجات تشهد انفجار بالعرض نتيجة القدرة الليها متناهية على إنتاج بفضل التطور التكنولوجي وأدوات الذكاء الاصطناعي مقابل تراجع حاد بالقدرة الشرائية ولكن فعليا الخطر الحقيقي اللي يمكن يجي مع الذكاء الاصطناعي على أرجح ما رح يكون هون أي بأثره على الوضائق إذا رجعنا للثورة الصناعية مع اختراع ما يمكن تسميته بالطاقة الاصطناعية رح نوصل لخلاصة أنه بغض النظر عن المقالات النهائية اللي رح يوصلن عليها اختراع كبير بهالحجم الفترة الانتقالية بينما سبق الاختراع والاستقرار على طبيعة جديدة للأعمال والوظائف بنهايته بعد ظهور آثاره ممكن الطول والمعاناة فيها ممكن تكون كبيرة فاللي حصل بعض الثورة الصناعية بيعطينا لمحة عن حجم التحولات المحتملة اللي نطرتنا على مستوى الفرد الوظائف المجتمعات والاقتصاد وحتى شكل الدول فعلى الرغم من أن العمال ببريطانيا تضاعفت أجورهم بين عامي 1819 و 1850 وزيد نمو الناتج العالمي بخمسين سنة من 1.2 تريليون دولار عام 1820 لـ 1.9 تريليون عام 1870 واستمر بالارتفاع حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى بالإضافة لخلق كتير من الوظائف مع مرور الوقت مع كل التطورات اللي صابت قطاعات واسعة من القطاع الطبي لقطاع النقل للتعليم وغيره كتير كل هالأمور ما بتغني عن حجم المعاناة الكبيرة لكتير من الناس بنفس هالفترة اللي كان عم بيتحول الاقتصاد فيها من واقع لواقع مختلف تماما فالكلف البشرية اللي اندفعت بالفترة الفاصلة الانتقالية على مين عاش هالفترة هي عبارة عن دقس لفئة كبيرة من الناس بدءا من العمل بين 12 ل 16 ساعة يوميا ست أيام بالأسبوع مرورا بوفاة ألاف العمال بحوادث العمل نظرا لعدم وجود أي معايير سلامة بالمصانع لتشكل أحزمة البقس إلى جانب المدن الكبرى بعد النزوح من الأرياف للحصول على فرص العمل والعيش بظروف تفتقر للحد الأدنى من المعايير الصحية أم الرفاهية هالبقس صعوبة الحياة مع كل التحولات الكبيرة اللي كانت عم تحصل هي كانت الوقود لنشوق وازدهار نقابات وأحزاب سياسية وطيارات فكرية ان غمست بنضال طويل لتحصيل كتير من الحقوق الاجتماعية والمرتبطة بالعمل اللي صننا منعرفها اليوم لكي قانون منع عمل الأطفال تحت 18 سنة عام 1848 أكتر من 10 ساعات باليوم بوقتها لقانون التأمين على الحياة وحوادث العمل عام 1880 ببريطانيا للحق بالإضراب عام 1864 بفرنسا وتشكيل النقابات عام 1884 بفرنسا أيضا والأمثلة الكتيرة الأقوانين صارت فيما بعد جزء من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان بالأم المتحدة بعد تشكيلها بعد الحرب العالمية التانية علما أنه أخرار كل هالأقوانين والأعلان العالمي ما بيعني أنه كانوا كيفين لتطبيقة بل أيضا تطبيقهم احتاج لنضالات واسعة بما أنه أقوانين وتشريعات بتقلل من هامش الأرباح لدى قوة مالية واقتصادية كبرى قاومت بدورة هالمطالبات من هالمعينة إلى آثار الثورة الصناعية على الوظائف بيتبين لنا الخطر الحقيقي أم خلينا نقول الأكثر عقلانية في مخص التأثير المحتمل لذكاء الاصطناعي على الوظائف الخطر لهو ليس الإطاحة بوظائف البشر بل هو بالمرحلة الانتقالية اللي خلالها في وظائف رح تقلق متى أم تندثر ووظائف أخرى رح تتغير بطبيعتها ووظائف جديدة رح تخلق ورح تتطلب مجموعة جديدة من المعارف مش بالضرورة يمتلكها اللي رح يفقد وظيفته السابقة تحولات المتسارعة لدخول الذكاء الاصطناعي بإيجابياتها وسلبياتها بعد ببدايتها ومن الصعب تحديد حجمها والأهم من التهويل منها أم التطبيل إلى هو الاستفادة من تجاربنا السابقة لتخفيف ألام المرحلة الانتقالية اللي أكلافها غالبا ما بتكون الأقصى على الناس بستيح زيران أرسل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دعوة لزملائهم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لحضور جلسات تعريفية عن الذكاء الاصطناعي بعد الدعوة خرج السناتر تيد كروز من الاجتماع لا يصرح وقال بكل بساطة نحن لا نعرف عما نتكلم فالأمر يمكن يكون مصدر الخوف الحقيقي أكتر من تنبؤات نهاية العالم وبطالة كل الناس اللي بيحكي عنا بعض الأعلام